موسيقى السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم من الموجزة الرياضية نظم ناري راشد للفروسية مؤتمرا صحفيا صبا أو مساء أمس أعلن من خلاله عن رعاية طبلات الجسم للسباق الثاني لموسم سباق الخيلة الجديدة والذي سيقام في الرابع عشر من نوفمبر الجاري على مضمار سباق النادي بمنطقة رفا بالصخيرة حيث أشهد عضو الهيئة العليا لنادي راشد للفروسية وسباق الخيل فوزي عبدالله ناس بالسباق الأول الذي يقيم يوم الجمعة الماضي كما نقل الشكرة وتقدير سمو الشيخ عبدالله بن عيسى الخليفة رئيس الهيئة العليا وسمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد الخليفة ناب الرئيس إلى السيد عبدالرحمن الجسمي مالك استبلات الجسمي على الاهتمام والدعم الذي قدمه لرعاية السباق الثاني لهذا الموسم وهو مسيسهم في دعم رياضة الخيلة في مملكة البحرين واصلت بعثة منتخبون الوطنية الأول لكرة القدم إلى العاصمة السعودية الرياضة وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة دورة كأس الخليج العربية الثانية والعشرين المغرر انطلاقها يوم الخميس المقبل حيث استقبلت البعثة التي وصلت مساء أمس إلى مطار الملك خالد بالورد من قبل اللجنة المنظمة للبطولة تصدر منتخبنا الوطني لكرة الطائرة للسيدات الترتيب العام لبطولة الخليج الثانية أو الثالثة لبطولة الطائرة للسيدات وذلك بعد فوزه الثاني في المسابقة على حساب شقيق الكويتي بثلاثة أجواط مقابل شوط واحد ضمن الجولة الثانية من البطولة التي تقام منافساتها على صالة اتحاد كرة الطائرة في مدينة عيسى الرياضية وبهذا الفوز رفع منتخبنا الوطني للسيدات رصيده إلى ست لقاط من فوزين متتريين فالمقابل حقق المنتخب العماني انتصره الأول بالبطولة وذلك على حساب المنتخب القطري بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد يتلقى بذلك المنتخب القطري هزيمته الثانية بالبطولة حيث كان قد خسر أمام منتخبنا الوطني في الجولة الأولى بثلاثة أشواط دون مقابل بدأت منتخباتنا الوطنية استعداداتها لخوضي غمار البطولة الأسيوية الرابعة للألعاب الشاطئية والتي ستستمر منافساته حتى الرابع والعشرين من شهر نوفمبر الجاري بمشاركة ثماني منتخبات بحرينية في ثلاث ألعاب جماعية وخمس ألعاب فردية حيث تشارك مملكة البحرين في كرة القدم وكرة اليد وطائرة الشاطئية كألعاب جماعية فيما تشارك بفرق السباحة والعاب القوى بالإضافة للترايت لون وكمال الأجسام والشرع ضمن فراق الألعاب الفردية